السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن زيكم حبابة عاملين ايه النهاردة بقى ولا جاي عمل لكم فيديو روتين ولا عمل لكم فيديو اي حاجة خالص يعني تعالوا شوفوا الكارسة اللي اللي حصلت يعني ولا اقول لكم بقى حطوا لايك ولا حطوا اللي انتوا عايزينوا حطوا يعني عايزينوا حطوا لايك حطوا مش عايزين ما تحطوش براحتكم يعني بصوا الكارسة اللي انا فيها يعني انا جيت منبرة كنت باجيب شوية حاجات وجيت لقيت وكنت سايبة ابن الصغير للأستاذ احمد دوت اللي بيبصلكو ده كنت سايبة مع ابوه وجاء لقيب ايه كان ابو مشغول بيعمل حاجة يعني وجيت لقيت وهو ايه عمل المنظر اللي انتوا شايفينه ده وفي الاخر ابو بيقول انت السبب يعني انا السبب كمان يعني يعني انا السبب ان انا نزلت وجبت حاجات وانا السبب عشان سبته معايا يعني انا السبب في ايه ان انا سبته معايا كان المفروض ان انا ما سيبوش معايا يقول لكم انت خطيه بصوا لا وعادي خالص قصر الحاجة انا هقول لكم دلعت الحاجات اللي قصرها بصوا نزل النيش ازاي بقى يطلع هنا على الكنبة وفتح الاكرة وعمال ينزل عشان عندي المفاتيح بتاعت النيش بايز بصوا المنظر يعني كمان انا اللي طلعت السبب يعني كل الكوارث دي بصوا بصوا بيكسر كمان مازال يكسر يعني بصوا يعني بصوا كده بصوا دي بتاعت الكاس ده بصوا كده التصوير مش عارف اقول لكم ايه بصوا بصوا يعني انا بجد والله بجد انا بدحك من غلبي يعني مش عارف اعمل ايه بصوا بصوا دي كمان دي ملهاش المفوض بيبقى لها بتاعة زي دي كده زي اللي هو قصرها الاستاذ دي بتاعت الكاس ده وديبلها بتاع انا مش عارفة اسان خفاها فين عمال ادور عليها مش لقياها خايف حد يدوس عليها يعني تروح معورة رجله بصوا بصوا كده شايفين يعني عايز اقول لكم بصوا شلي المفارش جميعا كوارث حبة كوارث بصوا بصوا عامل بصوا وانا بقى اصور معاكم بصوا عامل ايه بصوا بصوا يعني لبس لبس الفنجال للاااا ينوارا بيده بصوا حتى تقم الفطار بصوا ينفع كده بصوا البتاع بتاع التقم اللي هو بتاع تقم الفطار البرات بصوا هوروه لكم ديت البتاع بتاعتها فين بقى اللي بيبقى لها بتاع هنا كده بنمسك بها فين بقى فين يا احمد انا بصوا علشان الادان بصوا كده بصوا اهي لقيتها بصوا كده لقيتها انا كنت بس عمال افصل الفيديو عشان خاطر الادان بصوا اهي دي المفروض ان هي هنا بصوا باوضحه لكم اكتر بصوا وقعها ازاي بصوا كسرها ازاي ومسكها اهو ويتعور دلوقتي حيلا يعني الحمد لله انه ماتقصرش ماتعورش ولا حاجة فيه تفتحت الحمد لله ولا الارفف الازاز اللي هي الارفف اللي هي بصوا كده الارفف دي موعدش على دماغه موتته يعني انا مش عارف اعمل ايه بصوا بتا النحلي وكما هيكسر ايدو هيتع ايدو كمان وانا بصور معاكم يعني انا حبيت بس ايه اشاركوا كده لحظة كده من الكوارس اللي انا ببقى فيها طول اليوم يعني بيقول لي معلش خلاص معلش خلاص يعني ولا كأنه عمل حاجة ولا سوى حاجة عايزة بقى هعمل اوضب بقى كده يعني هو كده خلاص بس يا احمد هشيل بقى الحاجات اللي القصرت كده بس يا حبيبي هشيل كده الحاجات اللي القصرت بقى هرميها وهو كده هرمي بقى انزل حاجة ومع ان الجو ساعة الواحد مش قouر عليم هو المكان انظل ا מא�زاب يPS وامنظف وانوضذه وردمه واخئه واختبعه اوهетров حيا ماذا حيا هو ايه? قلهم هو ايه? بصوا بصوا. عمل البريء. انت على طول عملي ان انت الطفل البريء. يعني بصوا. سيبيه هو حلم. هفصل بقى الفيديو وحبيت بس اشاركه كده الكوارس اللي انا ببقى فيها في اليوم. مين عنده بقى طفل عنده وعمل له ضمار كده في حياته. هشول اشيل بقى وانقذ ما يمكن انقاذه من اللي حصل ده. وهرجع الحاجة مكانها وممكن اصور ممكن لقى لو عرفتي يعني منه. وانا بقى نزل النيش وكده. وهصبنه. هيحكم عليها بقى ان انا صبنه. حكم القوي على الضعيف. مش عارفة اعمل ايه بصراحة. يلا بقى مع السلامة. وحبيت النهاردة اشاركه حاجة كده وبسيطة من الكوارس اللي بيعملها معايا. آآ عايز اقول لكم بقى قبل ما تخرجي من الفيديو ياريت تحطي لايك على الكفاء الكوارس اللي انا فيها دي. وياريت نزلت الشركة لو لسه مش مشتركة ويلا مع السلام.